اشتركوا في القناة البنت لما بتبقى دخلة على جواز فمامتها تقول لها انا عايزكي تبقي عقلة كده وتصبري هم اول سنتين بيبقى فيهم مشاكل حقيقة بتقعد اول عشرين سنة فيها مشاكل لحد ما حد فيهم ربنا بيفتكروا بس فانت لو ما كنتيش مدركة ابنك دخلة على منعطف تاريخي يبقى قصاريها يا ست الكل وعوضي كده ايه جنب والدتك لان حضرتك جاية من بيئة وهو جاي من بيئة انت تربيتي بشكل وهو تربى بابشك فمفيش حاجة اسمها انا هخليه زي ما ماما عملت مع باب فيش الكلام ده وانت يالي سمعني بحلها القطة فيش بنت النهاردة بيدي بحلها قطة والنبي لو دبحت لها ديب انا بقول لك اهو غر جلنا يا حبيبي فعايزك انتو الاتنين كده تبقوا داخلين تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونساير بش عارفة ايه والمركب خليها تمشي والموضوع موشياني تحدي ولا داخلين نتخانق مع بعض انا عايز اقول لكو ضيفي اللي بعزه جدا 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 هو احمد البدوي استشاري العلاقات الزوجية والاسرية ازايك منورني والله ايه مبسوط ان انا بكون معاكي دايما وبخاف من المقدمة بتاعتك ويعني انا برضو همشي جنبل حت في الحلقة كده ان شاء الله ليه بس بتخاف ليه دانا اميرة واحنينة وطيبة وببقى عايزة المركب تمشي ايه وانا اخذ بك والله العظيم دانا وانا في زي لا مفيش انا البيدية مش مطمنوني والله العظيم انا اقول ايه بس ياريت يبقوا كده ياريت يبقوا زي ماشي دانا من كتر بقى بقول عديها الناس لبعضيها يقولوا اسلاها سلبية اسلاها مشا في اسلاها الزوجة وانا ببقى عايزة والله العظيم الدنيا تمشي اه ماشي الدنيا بس سنقول ايه يا ابني يلا يا ابندي نخش على المشاكل يلا بص بقى الفقرة دلوقتي عملناها بطريقة لطيفة قوي هسألك شوية اسئلة ممكن في ثانية كده اقول رأيي وانت تجاو اوكي ده من المشاكل اللي وصلتك يعني هي المشاكل بتخلص ولا بتنفض لا تنفضش ده المشاكل على طول الخط يا ابني اه والله يا ابندي خليك معايا كده بقى وصحصح وركل اول سؤال بيقولك ليه الراجل لما بيطلب اكلة من مراته وهي تسأله يعني طب ايه يعني قبل ما يمشي يروح شغله او قبلها بيوم يقول هي ستة اي حاجة ولما بيتحط الاكل ما بيبقاش اي حاجة طيب مش عايزين بقى ايه تفكير عميل لا لا سريع انت راجل اهو قدامي انا امراض سريع بصريع بص انا دلوقتي قلتلك وانا خارج اقولي اي حاجة حال حال وكده حال الطريقة اللي هتقدم بها اي حاجة هي دي اللي هتفرم معايا هي دي التكة بقى خدي بس اشتري مني خدي المفتاح ده انا اقولك مفتاح الرجال لا لا اله الا الله استهدي بالله مفتاح الرجالة في طريقة التأديل هي ممكن يقولها اي حاجة فتعمله اي حاجة وتقدمها بطريقة اي حاجة لو قدمتها له بطريقة لطيفة وحلوة كده والله يقولها هتفرم عزيل فالهو ده بقى اي حاجة اللي هو عايزه بص انت اصلك غلبان ومهزب ويعني وردك حتى علي رد مهزب اي حاجة عملتله مسقع ايه ده اي حاجة عملتله قلق اسق الطبيخ الغامق ده بس اشتري مني بس تقدم له الحاجة بطريقة حلوة ومع شوية دلع كده وممكن تبيعه البيت الدنيا طبعا مفي شوية التلاكيك بتحصل لا لا التلاكيك طبعا الرجالة بالحنية بتفك ماشي حاتي لبعض السؤال التالي الدوشة اللي بتحصل على الريموت كنترول انا عن نفسي بعايز الرموت ده بص معزته عندي معزة ولادي الرموت ده حياتي حياتي روحي 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 كري قولي بقى هو عايز مطش خلاص وهي عايزة ومتابع المسلسل التركي التسعمية تسعة وتسعين جوز ماشي حلقة هي طبعا يا حرام بتتفرج عليك وليوم هو المطش بيجي مرة كل قد دي بس فيه اصرار هن هل لازم نجيب كزا شاشة الحلقة دي لا والله لو فيه امكانية نجيب شاشة هنجيب بقى شاشات هنجيب بس هي احنا نتكلم في الحلقة اللي مفيش امكانية طي مفيش امكانية يبقى حقنا للدماء ايوة وعلشان الرجل ده ما تطلعيش الوحش اللي جواه ايوة والسلاح السري عشان هو يهدى كده ايه اديه للريموت وخليه يعيش في توحده مع تلفزيون واشتري مني انت كسباته وتفرجي على الحلقة دي على اليوتيوب مثلا هتفرج هتمشي لكن عكنانة المطش دي صدقيني انت الخسرون انا بكلمك لما اصطعتك انت اه يعدي مطش ويعدي طيب ايه تقولك ما تنزل تتفرج على القهوة مع صاحبك وانت جايبت عكنل علي دي الحلقة الاخيرة الصحيح انت بقى ده نصبرت 999 حلقة فاضل لخلاص القلب يا نوليا انت بقى دلوقتي انت اللي تنصحيها لو يتعود انه ينزل باستمرار مع كل مطش هيحب الموضوع والفرجة في القهوة بعد كده ينزل بقى يتفرج على الافلام والمسلسلات تحت بخلاص بقى ما هو نزل في المطش ينزل في كل حاجة ينزل يتفرج ينزل يا اه انت ونصير صح صح لا تسدق انك الرد ده عجبني كده ودخل مزيج خلي جم صح طيب بيقولك ليه الراجل لما بينسى اي حاجة بيبقى عادي يعني والست تبقى وقعتها مش فايتة لو نسيت حاجة اه هو انت فاضية ما انت طول النار قاعدة على الموباي ما انت بتكلمي امك واختك والجيران ومعرفش ايه بقى القصة موضوعك ايه في الحوار ده طيب بص يا نولي يا بنتي انا شاهدك انت اه والله انا حق انا فيه ست بتنسى تفاصيل اه رضي بسرعة رضي بسرعة لا ما فيش صح لا بس احيانا مع الولاد ومع الدوشة ومدارس اشتري مني بس هي بتسقط بلحاجات اللي مش اولوية عندها حلو يعني احنا دلوقتي بنتنا ماجي الشطورة رئيسة تحرير الجميلة بتاعتنا دي بتفوت الهواء لما بتكلمني كده بتديني تفت طبي reproduce كده ولا بتاع بتاعت بتفوت لي حاجة banda تفوت ليش حاجة اه ب لمعاد ولا مجي حق لما بتفوتش حاجة اللا عليك مجي حق ما لي يعني عشان بس أعنا بيديكي مثل يا بنتي عشان انت شطري دلوقتي اه اه الستاتات مابيتفوتش حاجة فلما بتفوت حاجة تخصه بيحس انه لا هملاء انت هملاني كده انا كده وقعت من التفاصيل بتاعك والله يا بيبي انا مش هملك ولا حاجة بصير تعارف الولاد والضغط والطبيق لا لا لما انت لو مهتما كنت افتكرت فعلا يعني انت تفتكري طب ما هو الشرابات مش شرط يعني استني بس انا نسيت وحطيت الشراب البني في الشراب الاسود ما هم جز الشرابات وخلاص ما هو البني غاني هو بني غاني من لونه لونه الاسود انت تقوليلي كده ده انت بتفرقي ستة سبع ادرجات من اللون الاحمر اه وزيهم من كل اللون ما هو الودي عمال يسرخ يا مامي نوليني المعرفش ايه والبنت عمالها مش روحها جايبها من التمرين طب ما انا برضو اطلق بط في الحتة دي ما هو كل ده ما خلكيش تنسي ان لون الميكاب ماشي مع لون الشعر مع لون التير فما جاتش علي خلاص يا استاذ احمد عرفنا ان انا كده بهم لي خدي بالك بعدك كده بيقولك خدي بالك ماشي بيقولك ليه الراجل ايه اللي السر الغريب صحيح في الموضوع ده الراجل اول ما يقعد عالكنبة ويفتح التلفزيون كده ويقعد جنب امراته يشخر ويروح في النوم ايه اللي الستة ما تقعد عالكنبة جنب جزء كل مشاكل الدنيا بتتجمع عالكنبة اكيد في سحر اسود عالكنبة والله على حسب اني اللي هتقعد ازاي كنبة ملبوسة على حسب هتقعد ازاي خنقات والنبي كلها بتحصل عالكنبة سديني بس اشتري مني بقعد عالكورسي ده قدامي على حسب هتقعد ازاي هو ايه دلوقتي عالم الطاقة ولا ايه ساني بس بلاشي الكلبة تبقى بولش تلفزيون ازاي هتقعد الستة هتقعد هتقعد الاعدة اللي هي ايه وقادة وكيل نيابة دي ولا وقادة ايه ولا هتقعد القادة المرياحة الحلوة الجميلة دي ما هو كده كده الراجل بينام ما عرفش ليه برضو بيرتاح عالكنبة نايم مخلوق هقولك حال لو هو عنده مشكلة في ان هي ترتاح تقعد هي الكلبة هي وترتاح هنا هنا في مشكلة انا لا انا بودا ديما اقول الرجالة ايه راحة الستة اللي معاك ماكسب ليك انت صح برابع لو هي مرتاحة انت مبسوط انت مبسوط على طول صح راحة الستة لو عايز فعلا ترتاح راحة الستة لو عايز تنبسط طب مبسوط في القادة ابسطها فرحان خليها هي مرتاحة صح يعني سعيدها سهل لها الامور اللي تخليها مرتاحة مش مجهدة اه اه انت تكسبانة باشا لا هقولك ليه جد هي بتبقى مستانية يرجع من بره حضرتك عشان تقعد تحكي في كل المشاكل والكوارس اللي حصلت لها طول اليوم وهو يا حرام عايز يتفرج على حاجة فيلم مثلا ابيض واسود حاجة تهديله اعصابه وينام شوي بيستفزحة يمكن الوضع ده فاتقوم بقى ترك 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 صح صفحة الحوادث اللي بتفتح ديه اول ما الرجل يدخل من البيت مشكلة يعني ده ما اقول يا سيد الكل خلي صفحة الحوادث متأخر شوي وقسميهم يعني يعني ميباش ايه العيال ومشاكلهم ومجارتها وصحبتها اروح لاما محمد جارتي لتنصحني بحاجة اببواص ده حياتي كلها ما انا مستني يا جوزي حبيبي عشان اعود دو 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 يعني هاليا يا ابنتي لازم الدخلة والتوئيس يبقى صح ماهو مافيش توئيس يا جماعة مابقيدش عارل فاكلموا الساعة 7 اقول يحد ي Meow احد في الكلام ده الساعة 7 اكلموا الساعة 8 انا نازل مع صحابي أكلمه لما يرجع مش ده وقت نوم على فكرة أنت بتطلق بتشنعها الرجالة حاجة غريبة وده فترة تفترع الرجالة اكتب لي بقى المواعيد اللي كلامك فيها على التلاجة حضرتك حطي لي المواعيد من الساعة كذا للساعة كذا وارح أزور الدكتور والله أنا عزيز يا بنتي يكلمين في وقت مناسب ما تعبوناش معاكو بقى حلوة أنا موافقات جدا قولي بقى على الأوقات المناسبة بتاعة حضرتك بعد الأكل آه بساعة عزيزة باخد أجمانتي يشرب الأهوة والشاي بتوعها تمام خلاص كده كان تمام بعد فريقه ما يكسب ما تشكور يا السلام مش معنى أنت بتكلمني في أي حاجة في أي وقت وعندي ساعة تصدر وترحبه يا حبيبي دي شهادة مني أن أنت عند القدرات خاصة ومميزة عني أنا الرجل عندي توحد حلوة الصيغة دي تيمشي معك خدني على قد حلوة الصيغة خدني على قد قويصة الصيغة دي أنا بعرف أنا تصدق أنت زوج هيد آه والله أنت ممكن تتعامل بطريقة دي فعلا آه أخد بقى طبعا اللي هو تعمل نفسك كده يا والتنف خالص لا لا أقولها يعني أنت عايز تقول إيلي أنا ما أقول للرجالة كده عايز تقول لي أنت لو الستة الطبيعية يعني لو فاعز لو طبيعية آه لو فاعز الخناء والمتاعه والمتاعه أو لا طلق أنت مالك حلوية دي النهار دي كده والنسبة هي بتتخانق بتحلو إيه دا عايز تقولني أن بتتوند بالطريقة دي كده آه بصوت محمود ياسي يجي يقول لي فجأة كده أنا بتتخانق يا خرابي بصوت بتاع تحلوتي كده ناس عملة تحلوك كل يوم ما فيه بتخانق ولا هو فيه إيه نار إيه دا هو فيه راجل ممكن يقول الكلام ده آه جدا بتقرر موجودين فيه ده هو بيبقى فاهم اللي يوم فيه بصص هو بيبقى فاهم إنه لما يقول الكلام ده عشانها آه لأ هم حبي أنت بتقوله عشانك أنت عشان الأسرة أنت كسبان والله عشان الأسرة حقنا للدماء ماشي بيقولك فيه كتير قوي من الأزواج بيشتكوا يعني في إيه الزوجة لما بتوعب تتكلم كتير قوي في مشكلة فيقول لها خلاص خلاصنا قررنا الموضوع ده ألف مرة آه صح أو لأ لكن هو لو قاعد يجيب لها فاكرة لما مامك في الصباحية جابتنا الفطير وتلعبايز لو قريت له خلاص خلصنا احنا ماينفعش بقى هنا فيه تعصف مجتمعي ذكوري آه مش عارفة إيه آآ ديكتاتوري أنا ماقدرتش أقول لي جوزي خلاص خلصنا بقى خلصنا الموضوع ده وقفلنا عليه لكن حضرتك ينفع تقول لي خلصنا والله أنا متفق معاك بقى المرة دي صح أو لأ آه لا أنا مليش دعم أنا عايز أرجع أتجوز تاني وأقول لي جوزي الرجل الرجل بيبسك هتجوز بس عشان أقول الجملة دي خلصنا هم أنا هنقعد بقى نعيد ونزلسي الموضوع شو بص النظرة بص بص إننا بيجوزوني وإننا بيجوزوني عشان أقول وبعد كده طلقوا بص إننا متفق معاك بدي فعلا يعني إحنا كرجالة بنيجي عند حيط معاينة عايز النقاش يوقف دلوقتي آه يوقف واسمع كلامك بقى آه لكن هي توقف النقاش أحس إن أنا دنيا مش مزمرة إنت حطوا دستور بروتوكول هنتعامل اللي هو إيه قانون الخنايات في البيت آه قانون الخنايات بيقول إن القصة بتخلص النهاردة بتتقفل ما تفتحش تاني بس كده سواء من الراجل أو من استدلي أو من استدلي عايز أقول لك يا أحمد إن أنا معي أسئلة كتير قوي أحمد إنت معي الحلقات اللي جاي عشان نكمل الأسئلة دي كامل مشاكل وعلى فكرة أنت بجد منصف وبترد رد موضوعي وحسستني كده إن أنا ينفع أخذ حق لا أتأخذ حقك خلاص وإن شاء الله الجوازك جاي هقول خلاصنا خلاص الدور علي الدور علي تكلميني بس ترسي قوي أحمد شرفتين وشاهدينا وكده فقراتنا خلصف لكن صبرنا ونوريا لسه بخلص استنونا